وهو في المقصورة والأهل بيكسب مباراة قروة هتشوفوا لقطة إزاي هزي المشاعر لما تتدخل مع بعضيها بص خالد مرتاجي خالد مرتاجي يا باشماندس لما أعلن هدف عالم البص انفجر المكوك المسؤولية صعبة المسؤولية صعبة جدا جدا يحمل ألام جمهور بص متسبي ساعدته مماثل أفريقيا بينصفه على المماثل الأزهر كابت الخطيب وهو بيتلقى بقى التهانف المقصورة لحظة تشريف بالأهل قوي يعني السعادة بالأهل يا باشماندس والإحساس بالمسؤولية زي أنت بتقول كانت جاية بعد ضغط عصبي في البطولة رجل عشان كده أنا يعني ما بحبش الناس تتصور أن المسؤول بعيد عن أحلامهم ويحسوا بينا بقى حسوا بالعكس ده المسؤول أهلاوي قوي مش بس هو أهلاوي زي قوي ضيف على المسؤولية بقى بالزبط بالزبط يعني أنت أهلاوي ما حادش حيقولك ليه ما عملتش هو أهلاوي حيحاسب على اللي عمله واللي ما عملوش فيبقى تعبان وشغال ونفسه في لحظة زي كده عشان يحسن حلما بتحصل تلاقي خالد مرتاجي بيبكي من الفرحة ها طبعا هي وسائل من وسائل التعبير الصادق يعني ها دي اللقطة يا جماعة بعد المباراة بتاعة قروة في الهدف الرابع في الهدف الرابع وتأكيد فوز الآله بالميداليا البرونزية يعني أنت في البطولة دي جايب ثلاثة فأربعة يا إبراهيم أيو يعني دي كسافة هجومية يعني أيو على فكرة المؤنس عادلي أشار من شوية الروح اللي جوه الأهلي اللي جوه اللعيبة اللي بين اللعيبة مع بعضيهم حتى في المراكز المتنافسة يعني لو شفتوا مصطفى شمير بعد المشاركة بتاعته والكرة اللي داخلت دي اللي بيحتضنوا واللي بيطبطب عليه واللي بيقوموا واللي بيشد منه الشناوي وحمزة علاء وحتلاقي شوفوا إمامه فرحة زميله بيه على فكرة الروح دي ممتدة حتى بره الملعب كابتن خالد بيبو مدير كورة بعد الكابتن ساد عب حفيز شوفوا الكابتن ساد عب حفيز في استوديو أبو ظبي وهو فرحان لخالد بيبو وبيهنيه كابتن خالد قبل ما ترد بس يعني طبعا أنا بنتهز فرصة وباركله وإن شاء الرحمن بإذن الله يكون موفق وبإذن الله على المستوى الشخصي والمستوى الجماعي مبروك لي لمجلس دارة والجهاز الفني والجمهور واللعيبة وإنت يا كابتن خالد ودائما إن شاء الرحمن بدايات واللي جاي يبقى أحسن وأحسن وأحسن وأنا عارف إن شاء الرحمن النجاح يبقى متواصل بإذن الله ومحاج بيبدأ من السفر أبدا إن شاء الرحمن بإذن الله خالد يبقى من بطولة لبطولة 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 يعني ناس كتيرة جدا بتتكلم معلش أنا أخد نص دي بس لأن ده مهم جدا يعني حتى بداية يا كابتن حسام أنا أول ست مبارات مع النادي الأهل على فكرة تحديننا خمسة وكسبت مبارات فدائما مش دائما البداية هي اللي بتدي نهايات استمرارية آه طبعا استمرارية فأنت إن شاء الرحمن ربنا وفاكي خالد إن شاء الرحمن يا كابتن خالد إن شاء الرحمن بإذن الله النجاح يبقى متواصل متواصل إن شاء الرحمن ودي تبقى خطوة كويسة ومبروك النهاردة برونزية عالم مش حاجة سهلة خالص أدأكو كان ممتاز جدا على مدار البطولة من مبارات التحاد جدة في المونسي للنهاردة كابتن خالد وإن شاء الرحمن يوم الجمعة الجيازين النهاردة تبقى بتحتفلوا كمان بالسوبر مصري بإذن الله يعني عظمة في الإنسية على فكرة مش في أبو ظبي عظمة الأهلي وثقافة الأهلي لما غرصها في الأبناء الحقيقيين بقى الأسرة اللي عندهم يعني تشبع بفكر الأهلي واللي تعلموه في الأهلي ما فيش الأنانية المفرطة أن كل واحد لما يمشي أو يخرج بره ما كانوا عايز الدنيا تغرق بعديه أو نفسان على بعديهم يعني كل واحد عايز اللي يجي ينجح أكثر منه لأنه هو في الآخر أهلاوي بيسعد بالأهلي بالزبط يعني ما فيش أهلاوي حقيقي مش عايز الأهلي يتفوق عليه هو نفسه أي أنت كمسؤول عايز ليجي بعدك أحسن منك عشان تقعد كده فرحان بالأهلي إنما اللي عنده بقى مرض أيوة آه نازلنا في قلوبهم مرض آه تعمل إيه بص يا جماعة المهنس عد لي حط خط تحت كلمة ولاد الأهلي اللي عندهم هذا الفضل وهذا الاعتراف وهذا الامتنان بقيمة الأهلي عليهم دي أصالة ودو الأولاد أصول لأنه جمهور الأهلي أنا هنا بقول للناس كتيرة لبسة الفنلة الحمراء ومثلة الأهلي وبتتجرجر في استوديوهات كتيرة جدا عشان تضغط على الأهلي أو تجرح في الأهلي وبعدين يطلع يقول لك لا إحنا بنحب الأهلي بس في النهاية نفسنا مصلحة مصلحة الأهلي عمرها ما تبقى كده لأنه لو أي واحد فيكم فعلا خايف على مصلحة الأهلي هو أكيد معاه نمرت الكابتن خطيب ومعاه نمرت الكابتن خالد بيب ومعاه نمرت مجلس الإدارة كله ومعاه لجنة التخطيط ومعاه المهندس عدلي ويقدر بينه وبينهم يقولهم كل اللي هو عايزه لكن إن أنت تروح للستوديو دا أو دا أو دا بهدف الإساءة للأهلي واستغلال فرصة كاب وعرضة علشان توقع الأهلي شوية اللي يتريأ بهاكس وتهجيص على لعيب وشوية اللي يحاول التجريح والإساءة المدرب وشوية اللي يتنمر على لاعب ويسئله وكل دول فيهم ناس كتيرة للأسف أحيانا في فترات لبسه الفرنيلة الحمرة ومثله الأهلي لكن اللي زي كابتن سيد عب حفيز وكابتن خالد ديبو وكل ولاد الأهلي دول الأصلة أعتقد رسالته من كل هذه النوعية من الناس إنه لا جمهور الأهلي مش هيقبل إلا اللي يخاف على الأهلي ويحافظ على الأهلي لأنه في الآخر الجمهور عايز الأهلي يسعده عايز الجمهور الأهلي يفرحه هو والناس اللي انتو نوعية علي إسماعيل وكل الإخوة حتى في فلسطين شوفوا تحت القصر سعداء بالأهلي قد إيه هو ده الأهلي اللي هم عايزينه لكن أوعى تكون فاكرين اللي بيرضي فيكم برنامج بعينه أو حد بعينه عشان يتكى على الأهلي أو يدوس على الأهلي أو ينتفع من وراء هذه الإساءة جمهور الأهلي عمره ما بيقبل الكلام ده يا جماعة جمهور الأهلي عايز النقاء ده عايز اللي يخاف على الأهلي ويحافظ على الأهلي لأنه حب الأهلي كفكرة مش كلعيب ولا كشوطة ولا كجون ولا كهدف حب الأهلي في قيمته يعني ما فيش لعيب تقيل واثق في نفسه حقم على الأهلي إنجازات يا أستاذ إبراهيم إلا حتلاقيه في النموذج الطيب اللي انت شرحته إنما لما تبقى مستني الشماتة عشان فيها يخفيها فيه فيها من إمتى فين بقى الأهلي فوق الجميع طب على نفسك أول واحد روح النادي كلم المسؤول على وجهة نظرك اللي انت عايز ما فيه ما بدأ فيها يخفيها ده خطير جدا لأن كله هيجيب ييجي ازاي لا وانت كده هتبقى فيها في إمتى هتبقى عمرك ما هتنوب فيها على فكرة لما ييجي واحد بقى من اللي انت متوقع إن أنا شفت بقى أنا كنت بعملك فيهم إيه مستني المكافأة حيخاف منك أه طبعا حيخاف منك لأنك عارف يا فيها يخفيها بمجرد ما هيجي حزبك كمسؤول عنك هتقلب عليه مفيش مجال للشخصانة لما يبقى الأهلي فوقنا كلنا كل واحد هتمنى الخير لكل مسؤول داخل النادي الأهلي لكل مسؤول داخل النادي الأهلي بيحافظ على قيم الأهلي واللي ييجي كل واحد بيقولك قيم متقاليد الأهلي ومتورصة ويحافظ عليه أهلا بيه اللي ييجي يقولك يعني ايه قيم متقاليد النادي الأهلي قولي اتفضل انت على جامع على طول كده يبقى ما فيمش حاجة ما عالش حاجة في النادي الاهلي خطر لان ده يبقى ما يبقى في المسئولية هيضيع الموروصات دي كلها لأسباب نجاح الاهلي والحقيقة من أسباب نجاح الاهلي يا جماعة حتى في المباريات شوفوا الاهلي لما يكون بهذه القيمة يصدروا الصورة بتاعته للإخوة العرب عاملة ازاي المعلق الإماراتي عامر عبدالله كان في حوار أو في ضيافة الزميل هاني حتحوت وهو بيتكلم عن الاهلي كان معهم بلال علام كمان المعلق المنطلق في الدوريات العربية دلوقتي